السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نتعلم طريقة ربط الدومين الذي حدثناه في درس سابق يمكنك الرجوع عليه سأضع لك رابط الفيديو رابط الفيديو السابق في الوصف هذا الفيديو فطريقة رابط الدومين سهل جدا اولا نقوم بالذهاب الى رابط المدونة الذي وضعناه او الى لوحة التحكم الخاصة بالمدونة بعدها نذهب الى الاعدادات لكن فقط ننتظر لان يفتح طبعا قمنا بحجز دومين من قبل حجزت واحد اخر لان ذلك لا اعلم ماذا اصابه المهم يعني تقوم لديك امكانية الحجز لمدة سنة وامكانية حجز غير محدودة حسنا نذهب الى المدونة نذهب الى الاعدادات اساسي ثم اضافة نطاق مخصص نضع النطاق الذي حجزناه هكذا ونضع قبله www. نضغط على حفظ الان هذه هي الاشياء المهمة حقل الاسم او التصنيف او المضيف وحقل الوجهة والهدف والاشارة الى حسنا نذهب الى فري نيوم بعدها نذهب الى مودي في ثم نذهب الى فري نيوم dns سيرفر نختار في tape cname record في hostname نضع مثل ما ترى ال hostname او الاسم name ism نضع www هنا بعدها نضع ونضع ونأتي برابط المدونة عفوا بقية 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 الدومي ثم نضعه هكذا ال ip address نضع هذا يعني واحد وامامه كل شيء وامامه ال ip address paste ثم add new نضغط هنا في record نضع على cname ثم نذهب الى هنا ونضع هذا copy نضع في hostname ثم نضع . نأتي برابط المدونة طبعا لا نضع double double قبله يعني هذا ثم . ثم pro9.dk الآن في ip address نضع هذا باب هذا هنا ثم نضع add new ثم save change لننتظر حوالي دقيقتين ثلاث دقائق الى ان يتم الاتصال عدنا اليكم الآن بعد ان انتظرنا بعض الوقت نذهب الآن نضع له نفس domain نضع له حفظ الآن مثل ما ترون اصبح رابط المدونة هذا هو نذهب الى الرابط وسوف تفتح لنا المدونة بإذن الله نتأكد ان هذا هو domain نعم طبعا مع مراعات WW هنا اعتقد ان هنا الخيار اي نعم هذا يعرض توجيب Pro9 الى www.pro9.dk الان مثل ما ترى هذا هو الرابط واذا ذهبنا الى عرض المدونة في بلوك سبوت يأخذنا مباشرة الى هنا يعني تم حجز domain واذا يمكنك يعني يعني لفاق tk mlcf g يعني على حسب ما رغبتك كان هذا ما ردينا في الدرس اليوم في امان الله